موسيقى مساء الخير أهلا بحضراتكم في جولة جديدة أو محطة جديدة من محطات رحلتنا إلى رمضان عام 1920 واللي شفنا فيها كتير من الأدوار سواء كانت أدوار متعلقة بالقضية الوطنية أو بالقضية الاقتصادية أو بالمشاكل والهموم الدينية اللي كانت معروضة أو كانت تشغل بال المصريين في هذه الجولة حابب أننا نتوقف بحضراتكم عند الأزهر الشريف مش عند دور الأزهر الشريف لأن الأزهر الشريف وعبر عمره طويل جداً الموجود في مصر اللي يناهز دلوقتي أو يزيد عن ألف عام كان طول الوقت مرتبط بالقضية الوطنية مرتبط بالمصريين كان دوره دايماً هو في الطليعة كل مشايخ الأزهر اللي تولوا مشايخ الأزهر كان لهم دور عظيم جداً في مراحل الاستقلال أو مراحل التحرر الوطني فدور الأزهر أكبر من أننا نقف عنده في مثل هذه الإطلالة وأننا نتوقف عنده في هذه المحطة إنما اللي شجعني أننا نتوقف عند الأزهر في هذه المحطة في الحقيقة هو شيخ الأزهر في عام 1920 الشيخ الأزهر الشيخ الجزاوي أو الشيخ محمد أبو الفضل الجزاوي بفضلة الشيخ محمد أبو الفضل الجزاوي تولى من الشيخ الأزهر عام 1917 ليه بنتكلم عنه عام 1920 لأنه في الحقيقة في عام 1920 حصل خلاف بينه وبين الملك فؤاد الملك فؤاد عنده وجهة نظر إنه كان عاوز يتحول إلى خليفة المسلمين أمر الخلافة نشأ وحصلت عليه معركة خلينا نسميها إنها كانت معركة كان الشيخ أبو فضل الجزاوي واضح جدا وحاسم في هذا الموضوع إنه ضد مسألة الخلافة وضد إنه الملك فؤاد يتحول إلى خليفة للمسلمين وإنه هذا الموضوع لا يمكن أن يحدث في مصر وإن الوضع في مصر طول ما هي موجودة تحت الاحتلال لا يمكن إنها تكون مرتكز أو نقطة انطلاق لإعادة الخلافة وأشياء اللي بيفكر فيها الملك فؤاد الملك فؤاد قبل كده كان سلطان ثم تحول إلى ملك ثم كان يطمع أو يحلم بأنه هو يكون أو يصبح خليفة للمسلمين أكلم حضراتكم في عام 1920 حيث كانت الإمبراطورية العثمانية أو الدولة العثمانية تقريبا قد تحللت تقريبا قد انتهت بحث العربة العالمية الأولى حصل عليها ضغوط حصل عليها شريط شديدة الوطأ جدا تفككت على إصرها هذه الإمبراطورية العثمانية كلمنا عليها وتقفنا عند ده كتير في محطتنا السابقة في إطار رحلتنا الرمضان 1920 المهم أن الشيخة بالفضل الجزاوي وقف وعارض تماما الملك فؤاد في أنه هو يتحول إلى خليفة لم يكن الموضوع سهلا لأنه كان فيه ناس كتير أيضا من الأزهر ومحسوبين على الأزهر كانوا يرون وجهة نظر معارضة مختلفة عن الشيخة بالفضل الجزاوي كان منهم كتير منحاز إلى فكرة الملك فؤاد وربما يدعم هذه الفكرة بشكل أو بآخر لأنه عندهم مصلحة ربما هي فكرة وابتدأ يطعانوا كتير جدا فيه الشيخة بالفضل الجزاوي مرسوا عليه ضغوط كبيرة جدا وتقال أن المؤتمر اللي اتعامل عشان موضوع الخلافة وينقش الخلافة وأنه بياخد الميزانية بتاعة الأزهر ينفقها على أشياء غير الأزهر ابتدأ يتعرض إلى ضغوط شديدة جدا هذه الضغوط لم تسنيه أو ما أفتوش عن مشروعه الأساسي الشيخة بفضل الجزاوي حضراتكم كان عنده مشروع وحلم أنه يطور بالأزهر أنه يضع الأزهر في مكانة أخرى ومكانة مختلفة هو كان متصور أنه للأزهر لابد أن يقوم بدور مختلف تبنى مشروع إصلاحي تقدمي واضح جدا للأزهر انعكس في قانون الأزهر اللي صدر بعد كده في سنة 1923 خلاصة أنه كان عنده رؤية أنه الأزهر لابد أنه حتى يتغير في مناهج تعليمه حتى التعليم لابد أن يتغير المرحلة الابتدائية والسنوية لابد أنها تكون مرحلة خلينا أقول بيتكلم عنها معلومات عامة أفكار عامة إنما التعليم لابد أن يتوافق مع التعليم في الجانب المدني أو الجانب الآخر اللي هو التعليم العادي اللي احنا بنعرفه حتى هذه اللحظة كان بيحاول يقرب التعليم اللي موجود في الأزهر إلى هذا التعليم الموجود وأن جرعة العلوم الدينية اللي لازم ياخدها كل طلبة الأزهر هو كان شايف أنه ده سقل كبير جدا أو جهد كبير جدا على طلبة الأزهر بيمنحهم من تحصيل العلم الحقيقي ومن سما هو قال العلوم الشرعية تقتصر في المراحل المتقدمة من التعليم وممكن دي كانت من الأفكار اللي مطروحة واللي ما زالت مطروحة في الحقيقة أنه تطوير الأزهر أنا بقولي الكلام ده ليه علشان بقول لحضراتكم من الخلاف اللي كان مع الملك فؤاد ما وقفش هذا المشروع وأن الشيخ أبو فضل الجزاوي اللي كان عنده مشروع طامح جدا لتطوير الأزهر فضل مكمل في هذا المشروع ولم يتوقف رغم الخلاف اللي كان موجود مع الملك فؤاد هل ده كان فقط بسبب جهود ومسابرة وصبر الشيخ أبو فضل الجزاوي الحقيقة آه طبعا بس كان في حاجة تانية مهمة جدا أنه كان في طريقة للخلاف أن الملك فؤاد ورغم كل هذا الخلاف لم يغضب غضبا شديدا على الشيخ أبو فضل الجزاوي احنا بنتكلم حد 1919 كان تعيين شيخ الأزهر وتعيين حتى رؤساء الكنائس وحتى الحخام كان موجود ده كان حق أصيل للملك فؤاد فضل هذا الحق موجود وإن كان قد قنن وأصبح مقننا في 1910 كان ده حق يعني قبل كده كان موجود عرف بعد كده أصبح حق أن الملك هو اللي بيعين شيخ الأزهر إنما هذا الخلاف لم يتطور إلى أكثر من كونه خلاف بين شيخ الأزهر وبين الملك فؤاد وانحصر هذا الموضوع في هذا الخلاف ولم يحدث مثلا أنه أقيل شيخ الأزهر في هذه اللحظة واستمر الشيخ أبو فضل الجزاوي منذ عين شيخا للأزهر في 1917 حتى توفاه الله في عام 1927 فضل محافظ على مكانة الأزهر ليس ذلك فقط إنما الشيخ أبو فضل الجزاوي رفض طلبة للإنجليز في صورة 19 بالمناسبة إنه يغلق الجامع الأزهر وإن الأزهر لا يكون موجود ضمن الجهود الشعبية والتظاهرات الشعبية والصورة اللي كانت موجودة هو رفض ده تماما لأن الأزهر كان له دور فاعل كان بينظم ويقود هذه المسيرات وكان فاعل جدا في هذه المسيرات تعرض الشيخ أبو فضل الجزاوي لضغوط عديدة جدا من جانب الإنجليز إنه يغلق الجامع الأزهر إنه ينتحي أو إنه يأخذ الجامع الأزهر بعيدا عما يحدث في الشارع من قبل المصريين إن مشيخ أبو الفضل الجزاوي رفض ذلك تماما ولص القول اللي عاوز أقول لحضراتكم إنه الشيخ أبو الفضل الجزاوي العالم الأزهري وهو يحتل قمة أو يحتل مشيخة الأزهر كان يدرك تماما قيمة عالم الدين في هذه اللحظة كان يدرك تماما قيمة الأزهر في هذه اللحظة وإن الأزهر اللي عبر تاريخه عبر تاريخه لم يتأخر عن دعم القضية الوطنية والاستقلال الوطني باعتبرها هي القضية الأساسية التي لا يمكن أن نتخلى عنها كان يدرك ذلك تماما ده كان موجود في شيخ الأزهر الشيخ المفضل الجزاوي وفضل طول الوقت مكمل معنا مع كل مشايخ الأزهر الأجلاء اللي تولوا الأزهر كان الخلاف بينهم طبعا بين أفكارهم سواء كانت أفكار تقدمية أو أفكار محافظة مين عنده رؤية أكبر لتطوير الأزهر إزاي ممكن نطور الجامع الأزهر إزاي ممكن نطور جامعة الأزهر بعد كده لتحول إلى جامعة فضل الجامع الأزهر جامع وجامعة فضلة الأفكار المطروحة لتطوير الأزهر طول الوقت موجودة لأن مؤسسة عظيمة وكبيرة بحجم الأزهر لا يمكن أنها تفضل مستمرة قبل 100 سنة أو قبل 200 سنة زي ما هي موجودة في هذه اللحظة لا في تطور بيحصل في تقدم بيحصل في كمان مخلصين من أبناء هذا الأزهر الشريف والغيرين في هذا الوطن على الأزهر قبل 100 سنة والحد دلوقتي مصرين للأزهر يحتل المكانة اللي كان موجود عليها ويحافظ على هذه المكانة بشكل أو بآخر لأن المصريين في الحقيقة عمره مانيسيو لا للمشايخ الأزهر ولا للأزهر جامعا وجامعة ولا لعلماء ومشايخه الأجلاء الدور سواء للعبوه سواء في الناحية الدينية وأن هم يحملوا الوسطية ويحملوا الدين الصحيح إلى المصريين بل وعموم المسلمين ودورهم أيضا في الأضايا الوطنية وأكيد كمان كان لهم دور كبير جدا في دعم الفقراء اللي موجودين في مصر الأزهر له أكتر من دور أداه قبل 100 سنة ومازال بيأديه حتى هذه اللحظة خلاصة الموضوع أنه الخلاف اللي كان موجود بين شيخ الأزهر الفاضل العلامة الكبير شيخ محمد والفضل الجزاوي كان موجود مع الملك فؤاد حوالين قضيتين يتعلقوا بقضية الاستقلال الوطني قضية الأولانية أنه يبقى خليفة وبالمناسبة شيخ محمد والفضل الجزاوي كان شايف أنه موضوع الخلافة رغم أن بعض المصريين ربما كان متعاطف مع الأتراك أو مع الدولة العثمانية بالشكل المزل الذي انهارت به ربما كان بعضهم لدي حنين لهذا الموضوع إنما أبدا لم يكن يحنوا أنه يبقى فيه خليفة أخرى وأن الخلافة تعود مرة أخرى إنما الشيخة بفضل الجزاوي كان شايف زي ما قلت لحضراتكم أنه هذا ليس وقتا للخلافة ولا يمكن أن تقوم الخلافة كما أنه مصر عانت كثيرا كثيرا من الخلافة العثمانية وما فعلته في مصر وما أخرت في مصر من طريق تقدمها ومن ثم رأى أنه ما فيش حاجة اسمها خلافة ولا يمكن أن الملك يتحول إلى خليفة القضية الثانية اللي كانت أيضا متعلقة بموضوع الاستقلال الوطني زي ما قلت لحضراتكم هو كان أنه رفض رفضا باتا ضغوط الإنجليز أنه يغلق الجامع الأزهر في سورة التسعتاشر عشان تقدر مكملة ويفضل الأزهر محافظ على دوره رحل الشيخة بفضل الجزاوي زي ما قلت لحضراتكم في عام 1927 تاريخا طويلا نعتز بي لشيخ الأزهر عبر عشر سنوات كانت المرحلة الفارقة فيها في عام 1920 اللي احنا توقفنا عندها واللي عندها بنصل إلى نهاية هذه المحطة من محطات رحلتنا إلى رمضان 1920 ألقاكم في محطة أخرى دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة